سيديكم عاملين اياروب بتكونوا جميعا كلكم في احسن حالة وحشتوني جدا من اخر ريفيو عملنا مع بعض النهاردة ريفيو جديد وخلاط جديد انا جبته شركة تورنيدو طبعا اللي انتبعيني عارف ان انا معظم حاجتي اللي بجيبها من الشركة دي لانها حلوة جدا انا مجربة منها كذا منتج والحقيقة حاجتها كلها مشاء الله عليها حلوة جبت الخلاط لان انا برضو الخلاط القديم بتاعي كان تورنيدو بس هو اتهلك شوية وانا كنت محتاجة اجيب واحد جديد فقلت اعمل لكم ريفيول اي ست بيت حابة اجيب خلاط او اي عروسة ان شاء الله هنقول لكم المميزات بتاعته وكل التفاصيل عنه لما تفتحوا مع بعضه بس قبل ما نبدأ ياريت نصلي على الرسول في الاول ولا اقول مرة تنوروني في القناة انا ردو اصراه هو تنسو اللايك ونشير لو عجبكو الفيديو يلا بقى نبتدي ونشوف الخلاط من جوا شكله عامل ازاي وايه المميزات اه اللي في الخلاط الجديد اللي انا جبته ده يعني افتحوا بقى مع بعض تشوف بقى مع بعض دلوقتي شكله موجوه عامل ازاي والسودة اول حاجة الضمان يا جماعة ده الكتالوج بتاعه طبعا الخلاط سهل يعني زي اي خلاط بس لو اي حاجة عطلتي فيها بترجعي للكتالوج سهل جدا تقدر تقريب وتعرفي بيشتغل ازاي ده الضمان اي منتج انا كنت بجيبه بنشرك التورنيدو كان الضمان بتاعه بيبقى سنة طبعا هو بيختلف على الاجهزة اللي عنده يعني بس انا الكبه بردو كانت سنة والخلاط بردو ده سنة بحب الشركة دي ليه اول ميزة يا جماعة شركة معروفة وليها ضمان اي حاجة بتحصل في المنتج اللي بتجيبيه من عندهم بترجعي للشركة بيصلى حول عكس الشركات التانية اللي ممكن ما تكونش معروفة واي حاجة تحصل في المنتج ده هتتركن ومش هتلاقي ليها قطع غيار هو ده الميزة اللي انا بحبها وخصوصا برضو ان اسعارها حلوة جدا زي ما قلتلكو وفي متناول الجميع ده الضمان لمدة سنة زي ما قلتلكو تعالوا بقى نشوف شكل الدورق بتاعه ما شاء الله هو شكله على فكرة حلوة قوي شايفين شكله جميل ازاي ولونه؟ طحفة الدورق ده على فكرة مدرج زي ما انتو شايفين بتشوفي الكمية من الحاجة اللي انت حطاها لحد معاكي لتر ونص خلاص وده الغطى بتاعه برضو هتلاقي هنا في علامة افل مش عارفة ازا كان بظهرالك ولا لا بيوريك ازاي تقفلي وتفتحي باحكام برضو في حاجة هنا لو حبة زي مصفة كده لو حبة تعملي لمون او حاجة وحبة تصفي برضو بس برضو احنا بنفضل لمون نصفيه بالمصفة يعني لو عاملة حبة قليلة هتقدر تستخدمي الصفيات بتاعته دي بتكون حلوة بصو شكل الدورق طبعا زي ما قلتلكم اول مرة افتاحها انا ما شغلتوش قبل كده ما شاء الله جميل جدا جدا كفية بس شكل اعوز اقولكم سعره في منتهى الجمالي تعالوا برضو شوف في اتنين مطحنة زي اي خلاط لازم يكون دي اتنين مطحنة مطحنة هتعمليها للتوابل والمطحنة التانية هتعمليها دي الحاجات اللي خاصة مثلا الحبة تعملي سكر بودر تطحني فيها حاجة خاصة بالحلويات عشان الحاجة ما تكرفش ما شاء الله عليهم شافينا جماعة مطحنة جميلة جدا عكس المطحن بتاعت زمان اللي كنت تعذبك بقى وانت بتطحني الحاجة ساعتها كبيرة سهلة جدا كمان في تركبها على فكرة هو ضد الكسر وهقولكم هو مكتوب على الكارتونة كل التفاصيل اللي خاصة بيه بس في النهاية شايفين تقدر يتركبيها بكل سهولة في منتهى الجميل دي المطحنة الاولى ودي المطحنة التالية زي ما قلتلكم دي تدري تعملي واحدة للسكر البودر او اي حاجة خاصة بالحلويات يعني ما يكونش ليها ريحة وما تكرفش المطحنة وواحدة تبقى خاصة عندك للتوابن والخلاط بتاعي برضو القدين كان من نفس الشركك برضو كان ليه اتنين مطحنة كنت بعمل واحدة لكده واحدة لكده ده بقى المطور اللي احنا بنركب عليه شايفين يا جماعة شكله جميل ازاي هو اللي عجبني فيه كمان على فكرة شكله يعني هو كمان الحديث في الشكل احلى من القديم بتاعي اكيد اللي متابعني على القناة عارف شكل الخلاط القديم بتاع تورنيدو انا كنت شغالة به معاكم على القناة ما شاء الله شكله جميل جدا شايفينه ليه سرعات سرعة اولى وسرعة تانية بتركبي عليه شايفين جميل ازاي وزاي ما قلتلكم الضمان سنة نقرأ على الكارتولة مكتوب ايه يعني لما تروح تشتريه من اي معرض اقري اللي مكتوب عليه محرق قوي 600 واط خلاط واثنين مطحنة ساعة لتر ونص معاكي لحد لتر ونص مدرج بتقدري تشوفي كمية الحاجة اللي بتعمليها قد ايه مزود بجهاز امان اصلحة من الصلب لا تصدق ضمان لمدة سنة دي كل المعلومات اللي خاصة بالخلاط ده طبعا شركة ترنيدو معروفة للجميع العربي حلوة جدا جدا اسعاره كمان في متناول الجميع برضو الكبه اللي انا جبتها بعد انما الكبه القديمة بتاعتي بوزد جبت الكبه من عنده بسيب لكم لينك اسفل الفيديو فيه صندوق الوصفة اللي حابة تجيب كبه الحقيقة بقالها فترة معي ماشتكتش منها ما شاء الله لم تابعني عارف ان انا بشتغل بها حلوة جدا جدا كمان الخلاط القديم بتاعي كان من نفس الشركة بس هو بقيله اكتر من كده سنة الحاجة الوحيدة اللي عجباني في الخلاط ده برضو بجانب كل المميزات دي ان هو شكله جميل يعني شايفين شكله طحفة ازاي هو ده الحقيقة اللي شديني ليه وانا كنت محتاجة اجيب خلاط لان الخلاط بتاعي بقاله كذا سنة قط الخير واتهلك معي دي كل المعلومات اللي خاصة بالخلاط ده ان شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وكان ريبيو خفيف وده الضمام زي ما تلك سنة والكتالوج كل حاجة مشروحة فيه اتمنى تكون حلقتي النهاردة عجبانكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب كمان اواتنسوا الدعوة الحلوة القاكم في ريبيو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته